المسيح 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 حباء المشاهدين برحب بكم في اسم المسيح في حلقة جديدة من تأملاتنا الحلوة في المسيح في إنجل يوحانا وشوفنا في الحلقات الماضية أو بالأحرى في أصحاح واحد شوفنا في كذا حلقة دروس في منتهى العمق وحاجات عملية بترتب أفكارنا اللاهودية عن من هو المسيح وإرساليته وفي نفس الوقت حاجات عملية في علاقتنا بعضنا مع بعض في منهج القداسة العملية وصلنا لصحاح 2 اللي فيه حدثة شهيرة عن أول معجزة قام بيها الرب يسوع المسيح مذكورة في إنجل يوحانا صحاح 2 المعجزة تحويل الماء إلى خمر حباء حدثة تحويل الماء إلى خمر هي معجزة بكل المقاييس وبنشوف فيها تدخل واضح وسريع من الرب يسوع لإنقاذ العريس من ورطة كبيرة لأن الأعراس في الوقت ده زي ما انتوا عارفين كانت احتفالات كبيرة بتدوم أحيانا أسبوع قبل الفرح نفسه أو ليلة العرس نفسه وما بعد بيدعى للعرس عادة كل المدينة تقريبا من اللافت أن الرب كان بيشارك في الاحتفال ده عشان عشان يدينا قدوة أننا فرحا مع الفرحيين وبكاء مع الباكين زي ما بيقول الكتاب في رومي 12 مثلا وفعلا لازم ناخد بالنا أن حضور بعض هذه المناسبات الاجتماعية هي جزء مهم على فكرة من حياتنا وممكن يكون جزء من إرساليتنا كمان أنه نشارك الناس في مناسباتهم عشان ربي يفتح لنا أبواب أن احنا نتواصل معهم بيقول التقليد في الوقت ده يمكننا أن نستنتج أن يوسف النقار اللي هو زوج المطاوبة مريم كان مات ويمكن اعتادت أنها تطلب العون من ابنها اللي هو المسيح نفسه بحسب الجسد وبالحقيقة كان رده صعب الفهم قال لها ما لي ولاك يا امرأة رد يعني محتاج تشرح شوية لم تأتي ساعتي بعد وبكل احترام كأنه يعلن لأمه أنه يعمل بحسب جدول زمني إلهي باتفاقتها مع الآب السماوي وليس مع أي مصدر آخر وبالرغم أن مريم ما كانتش عارفة هو بيعمل إيه إلا أنها وثقت أنه هيعمل الصواب تماما وده بيسعبنا أن احنا نقتاد بموقف المطوبة مريم في الثقة التامة في الرب يسوع وتبني موقفها دايما أنه مهما قال لكم ففعلوه زي ما قالت في النص ده خلونا أحبائي نتعلم الدرس ده أنه ندرك أن للرب الكلمة الأخيرة في مواقف حياتنا الصعبة وحتى أن كنا مش فاهمين الرب هيعمل إيه وإمتى وإزاي وحتى يمكن يكون عنده خطة مختلفة تماما عن توقعاتنا عن الإفرصنا لازم ناخد خطوة الوراء ونسلمه دفة السفينة مقاليد الأمور وننتظر تدخله وإجراءه لكل شيء معا للخير زي ما بيقعدنا الكتاب في روميا الثمانية ثمانية وعشرين فيه درس تاني أحب أن نوع عنه أنه فيه ناس بيفكروا أن الحياة المسيحية والتسليم للرب الكامل ممكن يحرمها من أمور وإثارة في بعض الأحيان الحياة المسيحية جافة بالنسبة لهم ومملة لكن هنا بنشوف الرب يسوع ليه كل المجد حول الماء إلى خمر ومش أي خمر على فكرة دي دي قال عنها رئيس المتكة الخمر الجيدة ودي طبعا بتشير إلى الفرح والتعزية والبهجة والحياة الأفضل اللي مع المسيح ودي اللي الرب يسوع نفسه نوع عنها في صاح عشر لما قال أما أنا فقط قد أتيت لكي يكون لهم حياة ولي يكون لهم أفضل فليه عزيزي تنتظر حتى ينفذ من حياتك كل شيء حتى تأتي للرب وتأخر الأفضل لحياتك للنهاية بعد ما تكون ضيعت حياتك في العالم الفاني الزائل بتمنى من كل قلبي أن احنا نعي للنقطة دي يا حباي أخيرا عايز أقول حاجة مهمة كمان أن كل معجزة أم بها المسيح كان لها مدلول روحي ومغزى عميق عشان يبين قدراته على مختلف ظروف الحياة وأنواع التحديات البشرية المختلفة اللي احنا بنكتاز فيها فمعجزة تحويل الخمر مثلا كانت أول معجزة علنية واضحة لكل الناس عن ما هي المسيح الذي له القدرة على الخلق في لحظة في لحظة وقوة كلمته قوة كلمة قوة الكلمة عملية صنع الخمر تستغرق أيام طويلة بداية من زرع العنب لحصده لعصره لتخميره لتنقيته إلى آخره كل ده عمله الرب في لحظة ونشوف في الأصحاحات القادمة على فكرة قدرة المسيح الخارقة في الشفاء من أمراض عزرة وإقامة موتة وفك قيود كثيرة هو ده اللي جه اللي كي يعمله الرب يسوع المسيح جاء اللي كي يطلب ويخلص ما قد هلك قال الرب ليه كل المجد فتعال تعال تعرف بيه ونال الحياة الحياة الأبدية السعيدة في شخص ربنا يسوع المسيح اللي ليه كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين